الحمد لله الواحد ما قدرك وبيحترمك جدا والحياة أبسط فوق ما تتخيلك يعني أنا مش مثلا أنا قاعد هنا كابراهيم سعيد فقاعد بتكلم عشان خاطر يعني يسايب حضرتك ما قاعدك برة مثلا بعقبك لا والله خالص بالعكس كل التقدير دي أول ما خلصت تلعت برة عشان أقابل حضرتك يعني أنا والله تلعت برة عشان أقابل حضرتك وعشان خش الكنترول ويحصل مدخلة ما بيني وبين الإدارة عشان نمد ربع ساعة عشان حضرتك تبقى معايا يعني أنا مبسوط إنه يبقى أول لقاء ما بيني وما بين حضرتك ونقعد مع بعضه كانت الموضوع كانت هيبقى ودي يعني أنا مش مزيع أنا لعيب كورة زي زيك وانت كابتني والحوار اللي ما بيني وما بينك مش هعمل زي البرامج اللي أنا بنظهر فيها ووحرك حضرتك وكان الموضوع كانت هيبقى كورة إطار كورة فمفروض إن حضرتك كدوة المفروض حضرتك يبقى فيه صدرك راح يبقى أكتر من كده لأن حقيقي أنا مش شايف إيه يعني إيه الموضوع اللي حصل يعني إيه إيه يعني ليه الموضوع مصعبينه يا جماعة والله إما أنا الواحد بيروح برامج وناس ساعات بيتأخروا علينا ويعني فبقولون خلاص يا جماعة بسيطة نقعت شوفوا هتطلعوا إمتى هو أنا معاكم يعني كان ممكن عفكرة كنت حدك يعني حدك مش غريب على القرارة إنه هو كنت ممكن حدك تخش على الكنترول تخليهم يكلموني في الإيربيس مثلا فكان الموضوع خلاص هيخلص أما أن أنا أتكلم وأقدم حضرتك وأقدم كابتني وحضرتك يعني تمشي يعني أولا حضرتك ولا احترامت المشاهد أنا أنا موضوع حضرتك مش موجود مش فارق معينا والله الموضوع مش يعني مش منزع عني أنا منزع عني إن في مشاهدين بتحب حضرتك وكان كبير جدا من الجماهير بيحترم حضرتك وكان منتظر اللقاء ما بينهما بينك وحتى إدارة القناة والمسؤولين في القناة واللي حتى في الإعداد بيحبوا حضرتك فعلى فكرة يعني حضرتك مش غريب فأنا كنت أتمنى إن حضرتك تبقى متواجد وفي الأول آخر ده قرارك وإنت خدت القرار ومشيت بس حقيقي ما كنتش متوقع كده كابتن محمد لأن حضرتك فيه مكبيرة وإسم كبير والمفروض كانت تبقى الأمور تبقى أبسط من كده والله الواحد بيروح برامج الناس بتتأخر وبيجي حتى وانا قاعدت مثلا في القوضة بيقولوا إحنا قسينا كابتن إحنا تأخر لهم خلاص يا جماعة عادي الحياة بسيطة يعني مش خلاص اللي هو إنت قلتلي هاجل ساعة 11 وبهتطلعك 11 لأن أنا برضو مرتبط بتايم معين وبتكلم على أحداث معينة فطبيعي إن أنا خلاص أنا مش هتكلم كلمتين واخلاص وبعد كده أحداك تخش فطبيعي إن أنا هقدم البرنامج وهقدم الحلقة بتاعتي والحلقة بتاعتي هتنجح يعني الحمد لله أعرف إن الحلقة دي هتكسر الدنيا إن شاء الله تعالى سواء أحد داك كنت موجود أو كنتش موجود والحمد لله دايما فقاصك في ربنا سبحانه وتعالى إن الواحد دايما الحمد لله بيحترم الصغير وبيحترم الكبير وبحترم كل الناس اللي قاعدة بردي اللي قاعدين حتى ورا الكاميرات اللي هم مش هغ قاعدين لحد دلوقتي الساعة كامس الساعة واحدة اللي ربع قاعدين منتظرين حضرتك وكل الناس اللي في الكنترول منتظرين حضرتك وعملين إعداد لحضرتك عشان نقدم حضرتك بإعداد حاجة لي بإسمك وحاجة لي بمكانتك مش هفقلك إيه بس في الآخر الحلقة كملت والله مش يتهيه وبتكلم بس حضرتك يعني ورد أن أنت ممكن تعمل مع حد غيري وتعمل مع ناس غيري